وسيل يا نفسك تعملي ايه ايه تاني هابيز عندك بتحبي ايه تاني غير اللي انت عملتين بحبي الراس اه وبحبي التانس انت بتحبي ايه اه انا انا عن نفسي بحب الكورة والباستكت تبصرح كورة وباسكت اوكي نايس ايه اكتر مشاهد كانت صعبة عليكي قوي مشاهد اللي هو ما بتاقى العياء وبتاع الشجرة التبصر كنت تعرفية عياتي؟ دى كانوا بيحطوا لك عياط؟ كانوا بيحطوا لك دموة؟ فيه الواحد مشهد عياط يعني فيه شوية ما كانوش بيحطوا لي النوعان كتبا عمليه بقول لهم ممكن بس يعني سيبوني شوية قبل ما نبدأ عشان عاط عياط فبعدين بيسيبوني ففيهم في مشهد ما قلت هم قالوا المخرج جي ومان فيجت معاه وقالي خالص لحن مش هنعياط فقلت لهم طب سريني سريني وقدم بدأت عياط فقالوا يلا بسرعة بقى علشان ما تبطلش عياط عمتا انا عايزة اقول حاجة هي مكانتش عارفة عياط فكانت بتعيط عشان مش عارفة عشان مش عارفة عشان كده كانوا بيقولوا يلا يلا نلحق نلحق كنتوا بتعيدوا كتير؟ قول لي يا مالك كواليسك اتعاملة ازاي؟ هو كلنا اعتقد ان هو طلع كويس زي ما هو طلع كويس عشان احنا كنو كلنا نستمتع بالشغل يعني هو بالنسبة لما كانت شغلة قوي يعني احنا قاعدين حوالين الناس قدنا يعني بنحب بعض حتى شريف ودينا تقريبا قدوكم برضو يعني او الله يعني الفرق مش كبير احنا اكتر مشهد انا عن نفسي كان نازم عيدو كان في مشهد احنا انا ولينا كنا منكلم حمزة يعني شريف وامينة في التليفون انا ما كنتش عارفة اقول الكلام انا كنت بقول اول نص صح فهو متى استاذ خالد حفاوي واستاذ اسلام كانوا عندهم كانوا يزبروا عليه كتير قوي وما كانوش عمرهم ما بيتعصبوا دي كانت حاجة بتبسطني قوي يعني فيهم مكنش متوتر مكنش فيه حاجة كنت بتسأله ايه لخالد الحلفاوي كنت دايما بسأل يعني مكنتش محرج ان انا اسأله انا ممكن اعمل كده ايه بحاول اغيق يعني اشوف انا ممكن اعمل ايه اخليه احسن يعني اكيد بتاعكم كويس جدا بس عشان لو انا بمسا عايزة خليه يعني توتش بتاعي خليك اه فيك ايه من فريد فريد هو ابن الشريف سلامة في كامل العدد وهو معانا دلوقتي على الهوة هو مالك عماد فيك ايه بقى من فريد هو صحابي كلهم بيقولوا ان انا فيا اللي هو طريقة الكلام عشان انا يعني العربي بتاعي مش قوي قوي يعني هو مش ضعيف بس بعرفت كان بس بقلب الانجليزي فجأة انا مش عارف لاسف كل لاسف كل الجنريشن ده كده اه فانا يقولوا كده وكمان انا ليا في الكمبيوتر زو كده يعني باغفن فيهم واوه واسيليا وليلي كان ايه اصعب حاجة بالنسبالك كان ايه اصعب حاجة كان فيه حاجات صعبة في التصوير كنت خايفة من ايه اوي الشجرة ايوة لقوا عالشجرة كانت خايفة قوي وكنت خايفة اطلع طلعوكي زي واقعدوكي عالشجرة زي اجابوا السلم وخلي حد يطلع معي وانا طلعت معي وكده خفتي تقعي اه وخفت حطي ايدي على شجرة عشان انا خايفة قوي من نم فخفت حطي ايدي ففضلت كده عامل كده حطيتي ايدي خالص خالص كان في المشهد كان فيه احنا مفروض نمسكها يونس ويوسف كانوا كعبلوني بقصد ففي المشهد طلعوكي اتبانت في المشهد واتكعملت وشدت لينا معي وكانت حاجة مصخرة بصراحة عايز اعرف ايه تاني كواليسك بجد كان بتضحكوا او يا مالك يعني الكواليس اللي كان بتحصل اه عملته مقلب في حد عملته حاجات في حد هو انا كان فيه حد اسمه باب كده هو كان خلى كل حد في الستي يقلب علي واؤوز يقول ان احنا في اخر يوم هننمي مالك في البسين في اخر يوم تصوير لي من كتر ما باهزر معهم برخامة بقى كده هي دي طريقة يعني هزوار بتاعي يعني كل يعني فيه ناس مش بتحجم يعني من كتر ما بعمل كده بيفتكروا نوا باكرهم بس مش كده يعني مش حقيقي مش حقيقي